طيب ننتقل إلى مسألة أخرى هناك ما المراد بقولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه قد تحققت فيه لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمين لجواز الخطأ والنشان على التقاء ثانيا المراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه الشروط الخمسة السابقة الشروط الخمسة السابقة كلها أو بعضها إلا أنه كذب في نفس الأمين لجواز إصابة من هو أكثير الخطأ هناك مسألة الأسانيد هل يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد أصح الأسانيد المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً لماذا؟ لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة وينظر تحقق أعلى الدرجة في شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم بأن هذا الإسناد هو من أصح إصناء الأسانيد مطلقاً ومع ذلك نقل عن بعض الأئمة القول بفئة صح الأسانيد والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده فمن تلك الأقوال أن أصحها أصح الأسانيد هناك من قال بأن أصح الأسانيد هو الزهري عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن خطاب روي ذلك عن إصحاق بن رهويه وأحمد هناك من قال بأن من أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي علي بن أبي طالب روى ذلك ابن المديني شيخ البخاهي والفلاس وهناك من قال بأن أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود أروا ذلك أروا ذلك عن ابن معين أروا ذلك أروا ذلك عن ابن معين والمعين هو شيخ الإمام أحمد وقيل بأن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي أروا ذلك عن أبي بكر من أبي شيبة وقيل بأن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن عمر ويسمونه بالسلسية الدهبية أروا ذلك عن البخاهي يعني كل إمام ترجح لديه بأن هذا السند هو من أصح الأسانيد وإلى فلا يجزم وإنما كل إمام رأى من منظوره بأن هذا السند هو من أصح الأسانيد ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاي ثم صحيح مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول أيهما أصح؟ والبخاي أصحهما وأقصوهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاي أشدوا اتصالا وأوثقوا إيجالا ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية فكما قيل بأن فقه البخاي في طاجمه يأتي مثلا فيقول باب كذا 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 هذا هو الفقه باب العلم قبل القول والعمل مثل قد قول تعالى فأعلم أنه لا إله إلى الله باب ما يتضمن كلمة باب فهذا هو فقه البخاي لهذا قيل فقه البخاي في طاجمه نعم وفيه من النكة الحكمية ما ليس في صح مسلم هذا وكون صحيح البخاي أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاي وقيل هناك من قال بأن صح مسلم هو أصح والصواب هو القول الأول هل استوعب الاستوعب الاعتنان الصحيح أو التزماه لم يستوعب البخاي ومسلم يعني في البخاي ومسلم ليس ما في البخاي ومسلم والحاديث صحيح لا لم يستوعب كل الحاديث الصحيح ولا التزماه فقد قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وطركت من الصحاح لحال الطول وكأنه اختصر كتابه ترك أحاديث كثيرة مخافة الطول وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا إنما وضعت ما أجمع عليه وضعت ما أجمع عليه هل فاتهما شيء كثير وقليل قال الحافظ الأخام لم يفوتهم إلا القليل وطبعا أنكر عليه هذا والصحيح أن فاتهما شيء كثير فنقل على البخاري وقال وما تركت من الصحاح أكثر وقال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح ما شاء الله كم عدد حديث البخاري جملة ما فيه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة معنى أن البخاري رحمة الله عليه يكرر الحديث يأتي بي في هذا الباب ويأتي بي في باب آخر وتكون هناك إضافة أو يأتي بجزء من الحديث إذن يكرر الأحاديث بحسب سندها أو بحسب فقهها ولهذا قد تجد الحديث الأول في كتب الإيمان وتجد نفس الحديث في كتب جنايز وقد تجده لفائدة أو لأمين فيه في كتاب مثلا الآذان وهكذا إذا حدفنا المكررة كم يبقى؟ أربعة آلاف أربعة آلاف مسلم صحيح مسلم جملة ما فيه إثنى عشر ألف بالمكررة وكذلك لكن إذا حدفنا المكررة نحو أربعة آلاف أربعة آلاف نعم الأحاديث الأخرى التي فاتت لبخاري مسلمين أين نجدوها؟ نجدوها في صاحب خزيمة وصاحب الحبان المستدرق الحاكم والسنى الأربعة أو السنى الضرق واثنى إلى غير ذلك إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الصحيح وبما يتعلق بصحيح البخاري ومسلم هذه الإضافات من باب تعزيز هذا الموضوع إذن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا اللهم صلي علىille محمد وعلى آل محمد كما صليت على إباهيم وآل إباهيم إنك حمد مجيد وبالك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إباهيم وآل إباهيم إنك حمد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته